اشتركوا في القناة لاحظوا معي ان اجزاء واسعة من تركيا وحتى شرق المتوسط اضافة الى مناطق بلاد شام وحدود بحر قزوين ستكون تحت تأثيرات بقايا كتلة هوائية باردة نسبيا صراحة هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا قادر الثلاثة المنطقة بمطارية خاصة خلال ساعات نهار الخميس بقيت متمركزة هنا وسط تركيا وستمتد من وقت الاخر باتجاه مناطق بلاد الشام ستتزامن هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا مع مرتفع جويا سطحي متمركز هنا وسط تركيا ايضا يمتد من وقت الى اخر باتجاه مناطق بلاد الشام هذه المنظومة الجوية ستفرز خلال الساعات الثمانية والاربعين القادمة طقسا مستقرا الا انه باردا نسبيا حيث سنلاحظ انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة خلال ساعات صباح الاحد والاثني بعد مقال اجواء دافئة خلال ساعات النهار وانتشار للسحب العالية والرقيقة خلال ساعات نهار الاحد تستقر الاجواء الخميس مع حركة الرياح النشطة الى قوية الا انه ومع ساعات نهار الثلاثاء يتمركز هنا شمال البحر الاسود منخفض جوي عميق يؤثر على مناطق واسعة من حوض البحر الاسود تصل امتدادات هذا المخفض حتى مناطق بلاد الشام في الحقيقة هذا التمركز لهذا المخفض وبهذه القيم العميقة سيجبر بعد ما شاءت الله تعالى تيارات هوائية قوية لان تهب من البحر الابيض متوسط باتجاه مناطق بلاد الشام ستكون تأثيراتها قوية على مناطق شمال غرب البلاد وحتى مناطق الساحلية والجنوبية في حين ستكون طفيفة على مناطق الجزيرة هذه الحركة لهذه الرياح متوقع ان تصل حتى 90 كيلو مترا في الساعة لذا نحذر من هذا النشاط خلال ساعات نهار الثلاثاء ايضا سيتزامن هذا الانتداد مع امطار متفرقة نهار الثلاثاء على مناطق الشمالية الغربية وحتى مناطق الجزيرة لكن ومع ساعات نهار الاربعام نمتوقع ان تندفع كتلة هوائية دافئة باتجاه مناطق تركيا وصولا لجنوب البحر الاسود لتسيطر على مناطق بلاد الشام تدريجيا نلحظ مع هذه السيطرة ارتفاعا واضحا وصريحا في درجات الحرارة ليكون التقص نهاية هذا الاسبوع مستقرا مشمسا مع درجات حرارة اعلى من معدلات مثل هذه الفترة من السنة باذن الله تعالى بناء على هذا تحديد طورات الغلاف الجوي نتوقع باذن الله تعالى ان تكون اجوال عاصمة دمشق وحتى القنيطرة ودرعة وعموم مناطق السويداء غائمة الى غائمة جزئيا مع فرص زخات المطارين بعد عصر الاحد وخاصة على الاجزاء الشرقية من جنوب البلاد مع نهار الثنين تتلاشى فرص الهطولات المطارية ويكون التقص غائما جزئيا مع رياح قوية بالشكل المرحوظ تهدأ الاربعاء تشرق الشمس اعتبارا من الخميس مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى بالانتقال لمناطق الجزيرة السورية نتوقع باذن الله تعالى ان تكون الاجواء في عموم مناطق الحسكة والقامشلة وحتى الرقة وعموم مناطق دير الزور غائمة جزئيا مستقرا على يانباردة خلال الساعات القادمة يتحول التقص إلى مشمس مع رياح النشطة الاثنين ثم تتهيأ الفرص الانطارية المتفرقة ثلاثة مع اشتداد حركة الرياح وهذا ومن المتوقع ان تعود درجات الحال الارتفاع اعتبارا من الاربعاء مع تقص مشمس مستقرين تتخلل السحب عالية ورقيقة على فترات بمشيئة الله تعالى اما فيما يتعلق تقص مناطق الشمالية غربية والساحلية وعموم مناطق الوسط فمن المتوقع ان تتأثر اجزاء واسعة من المناطق الساحلية وحتى الشمالية الغربية والمناطق الوسطى هنا في حماة وحمص بامتداد مرتفع جوية يفرد تقصا مشمسا إلى غائم جزئيا الأحد يتخلل نشاط ملحوظا للرياح الغربية الاثنين مع بقاء الليالي باردة بشكل ملموس صباح الثلاثة يمتد نحو المنطقة مخفض جوي من الشمال لتتحول أجواء إلى غائمة مع غائمة ماطرة على فترات ورياح غربية عاصفة قد تصل سرعة بعض الهبات حتى 90 كم في الساعة لذا نرجو الاستعداد لذلك من قبل أهلنا قاطني المخيمات والأخوة مالكي أنظمة الطاقة الشمسية هذا ومن المتوقعات تلاشى الهطولة المطرية الأربعاء مع انتشار للصحب العالية والرقيقة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تشرق الشمس الخميس ويصبح الارتفاع أكثر وضوحا مع استقرار عام بمشيئة الله تعالى ننتقل الآن إلى تفاصيل تقصيد لبا وحلبا وعموم المناطق الداخلية خلال قادم الأيام الأحد تكون الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئية مستقرة ترتفع درجات الحرارة لتسجل 18 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى درجتين مئويتين تسجل الرياح الشرقية سرعات ضعيفة عند 10 كم في الساعة الاثنين تقصون غائمة جزئية مع فرص ضعيفة لبعض الزخات العابرة تبقى درجات الحرارة عند 18 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 11 درجة مئوية تشتد الرياح الغربية التي تكون قوية عند 30 كم في الساعة الثلاثة تكون الأجواء غائمة مع استمرار فرص الهطولات المطرية وانخفاض في درجات الحرارة لتلامس 17 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 9 درجات مئوية تهب الرياح الغربية بشرعات قوية عند 40 كم في الساعة نحذر من وصولها إلى 90 كم في الساعة خلال ساعة ما بعد الظهر الاربعاء تقصون غائم جزئيا حيث تنتشر السحب العالية والرقيقة تستقر أجواء بصفة عامة تسجل درجات الحرارة فاعا ملموسا لتصل حتى 21 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 9 درجات مئوية تكون الرياح غربية هادئة عند 10 كم في الساعة الخميس تستمر الأجواء مستقرة مع صحب عالية ورقيقة وارتفاع كبير في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تلامسها 24 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 10 درجات مئوية وتهب الرياح الشرقية بسرعة ضعيفة عند 10 كم في الساعة الجمعة تقص مشمسا إلى غايم جزئيا توالي درجات الحرارة فاعا لتسجل 25 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 11 درجة مئوية وتكون الرياح الشرقية بسرعة ضعيفة عند 10 كم في الساعة السابت أيضا تكون الأجواء مشمسا إلى غايمة جزئيا على فترات تبقى درجات الحرارة عند 24 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 10 درجات مئوية وتهب الرياح الغربية بسرعة ضعيفة عند 10 كم في الساعة ختما أستعرضوا مع حضراتكم خريطة تظهر التوزع والتراكمي الهطولات المطرية والمتوقع خلال هذا الأسبوع والتي يظهروا فيها لاحظوا معي أن أجزاء من شمال شرق الجزيرة نتحدث هنا عن اليعربية وحتى القامشلية وأجزاء ميناء المالكية ستكون الهطولات فيها متوسطة الغزارة خلال ساعات نهار الثلاثة كذلك الأمر الهطولات مطرية على أجزاء واسعة من شمال الرقة وحتى هنا شمال حلب مع أجزاء واسعة من إدلب تكون ضعيفة لنتوسط الغزارة نهار الثلاثة وغزيرة على المناطق الساحلية هذه الهطولات صراحة متوقعة هنا شرق المنطقة الجنوبية ستكون خلال ساعات عصر الأحد متوسط الغزارة إلى ضعيفة على فترات إذن الهطولات المطرية ستتركز خلال أشعال شمال البلاد خلال ساعات عصر الثلاثة وتكون الأجواء مستقرة اعتبارا من الأربعاء بما شئت الله تعالى السادة المتابعين كان لهذه أهم مميزات طقس قادم الأيام من إدلب كان معكم في الإعداد والتقديم المهندس أناس الرحمون دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر